ناحية التانية اقول يوم يوم بقى يوم يوم كورة يعني يوم عارفت ايه أوبردوس كورة عمالت تاكل في كورة وتشرف في كورة النهاردة نهاردة في الكلاسيكو مما بخبش عليكم حاجة يعني انا راجل بحب ريال مدريد تمام وياما برشلونة زعلني وياما زعلت برشلونة فاحنا بقى الفترة دي بتاعتنا الفترة دي بتاعتنا نهاردة ريال مدريد كسب برشلونة تلاتة واحد وكانت النتيجة ممكن تبقى أكتر من كده وكان برشورونا ممكن يتعادل اتنين اتنين برضو يعني بس في المجمل ريال مادريد كان أفضل من برشورونا في كل شيء تيكتيكيا وفرديا على مستوى التيكتيك اللي عمله أنشلوت النهاردة وعلى مستوى الأداء الفردي لكل اللاعبين في ريال مادريد النهاردة كان حاجة رائعة ريال مادريد عمل شغل عظيم بنزيمة فالفيردي رودريجو أهداف ريال مادريد هداف الفوز النهاردة لريال مادريد المباراة كانت حلوة قوي والكلاسكو هو كلاسكو الدول الأسباني مباراة ريال مادريد وبرشورونا هتبقى مباراة ريال مادريد وبرشورونا أهم مباراة في التاريخ كلاسكو الأرض زي بيقوله هي المباراة الأهم على مدار التاريخ العملية بعدت شوية بعد رحيل ميسي كريستيانو مورينيو جوارديولا والدربيات الفردية دي بس تبقى هذه المواجهة مواجهة كبيرة ليفا موجود دلوقتي وبنزيمة موجود دلوقتي ودينبلي موجود دلوقتي وبالفردي الناحية التانية بوسكتس لسه موجود بتتكلم في رافينيا موجود مودريتش موجود فالمواجهة هتفضل فيها نجوم وفيها اسماء كبيرة ورائعة وأكيد فيها أرقام عظيمة وأرقام كبيرة تعالوا تشوف أرقام من كلاسكو النهاردة كلاسكو الريال وبرشورونا هدف بالفردي في مرمى برشورونا هو الأول لريال مدين من خارج منطقة الجزائب في الكلاسكو منذ عام 2008 دهاله أرضية في الزاوية زي بيقوله التي يسكنها الشيطان زاوية قتلة على تيريش تجي كريم بنزيمة هو ثاني أكثر من ساهم بأهداف في الكلاسكو في القرن الواحد وعشرين حيث ساهم في واحد وعشرين هدفا سجل اتناشر وصنع تسعة يتقدم عليه فقط طبعا لأن الميسي ساهم فيه أربعين هدف في آخر سبع مباراة كلاسكو ريال مدين حقق ست انتصارات مش بقولك وقتنا وقتنا